عن مسلسلين جداد أو أكشلي مسلسل جديد ومسلسل رجع داني بسيزن 2 كلنا متحمسين له على نتفلكس فلو انتوا بتحب تتفرجوا على نتفلكس أو بتدوروا على حاجات دي تتفرجوا عليها الشهر ده فستاي توند فور ديس 2 خلينا أقول لكم إيه هم أولا طبعا بعد يعني نجاح كبير جدا مسلسل فايندينج علا راجع بسيزن 2 وأنا حاسة أنه جد طول قوي الناس مستنية قوي حاسة أننا في نتفلكس حاجات كثيرة قوي بابا عايزة أرجع أتفرج على سيزن 1 تنين لما بينزل سيزن 2 إنني نسيت إيه اللي حصل في الآخر يعني بابا حاسة أننا عايزة تتفرج على قليل على آخر حلقتين ريكاب كده كل هاي بس هما برضو فيه جود فيتش على نتفلكس إنه هو لما بيبتدي سيزن 2 بيديه ريكاب ريكاب كل هاي فأي هوب إن هما يعملوا كده كمان للي ما يعرفش هو من بطولة هند صبري والممثل ظفر العبدين والمسلسل برضو من بطولة ساوسان بدر وهاني عيدل ونادى موسى وكاست كبير جدا وجميل وهو من مسلسل زمان بتاع هند صبري اسمه عايزة الجوز فاكرت المسلسل ده فاكرت بقاله كثير جدا جدا عملوا عليه مودرن تويست بفايندينج علا وطبعا هو already الفان بيس بتاع عايزة الجوز كان كبير جدا فهو they just grew up وموفتو نتفليكس فحلو قوي إن هما قرروا إن هما يعملوا له ريفامب أنا مش دايما بينجح إن انت تكملي سيزن 1 أو سيزن 2 من حاجة قديمة أو تعملي ريفامب لحاجة قديمة بس أنا شايف إنه كان ناجح جدا وإنه كان ناجح جدا وإنه كان ناجح جدا فأي نتفليكس فمبسطة جدا إن فيه أعمال عربية دلوقتي بقت ناجحة زي الأجنبية بالضبط على نتفليكس دي حياة طمام حاجة يعني ديكي بقينا ملاحظينها مش نتفليكس بس واطشت وكل المنصات عمتا بقى فيه حاجات جديدة بتنزل عليها وغير مسلسل حالة خاصة دلوقتي دفنتي يعني بيتعرض وبردو يعني فيه إقبال كبير قوي عليه كل مفتاح لازم ألاقي فيدباك دفنتي وكمان خبر تاني عندنا عن مسلسل جديد لأسر ياسين برضو هينزل ومحمود حميدة أسر ياسين ومحمود حميدة وهيضم برضو كاست كبير جدا إلى جانب صابة مبارك وشريف سلامة وشرين رضا بجد ما تخيلتش الكاست دا كله مع بعضه very very nice اسمه أصداء الماضي أو أكوز of the past وزي ما قلتلكم هيكون فيه كاست كبير جدا وهيكون 8 حلقات 8 حلقات دي ما بحسش أن أنا كده كتفيت بمخالصة صغير أوي أوي صغير أوي بس يعني hopefully it's gonna be a conclusive 8 حلقات فيه ساعة 8 حلقات كنت تحسين أنت fulfilled فيه ساعة 8 حلقات بيكون الحلقة الواحدة ساعتين فأنا مش عارفة ده هيكون نفس الأفريج هو ساعتين في الحلقة ولا ساعة اللي هي 60 دي ما قالوش لسا تقريباً الدوريشن بتاع كل الحلة هيبقى إيه بس اللي عايزين يعرفوا إيه هو الثيم أو الجنر هتكون kind of تشويقية وبتتبع قصة واحد اسمه يحية وقصة أنه هو بينتقم لأخته بعد وفاتها بشكل مأساوي في حادث طبعاً ما نعرفش أي التفاصيل وإيه تفاصيل للحادث بس هو بينتقم لأخته أكيد من الشخص اللي سبق بالحادث ده والمسلسل اللي من إنتاج مجموعة كارزمة وفيه طبعاً زي ما قلت للكو كاست كبير جداً زي شريف سلامة وشرين رضا وراكين سعد طرفي راكين سعد اللي هي من مسلسل الروابط ده فترة جداً يعني شكراً جداً بحبه قاية مثلها ده طبعاً غير محمود حميد ده وإستر ياسين اللي هم الليد مع صاحب المبارك بس نوعاً جداً لسه ما نعرفش بالظبط هينزل يوم كام بس أول ما نعرف نعرف هينزل الشهر ده بس ما نعرفش يوم كام الشهر ده يعني مش في رمضان مش هيتعرضه في الليلة لا 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 على نتفليكس لدي نتفليكس مظن نتفليكس بعمل أي حاجة بالتحديد لرمضان نتفليكس ما بينزلش حاجات جديدة في رمضان بينزل في العموم عادي بس هو يوشولي بينزدل قبل رمضان فممكن برده تستمتوي ممكن تسايفت الرمضان تسايفت الرمضان بس يعني رمضان بيكون فيه مسلسلات كتير قوية من يدوني نتفلكس يعني بحس انه في رمضان اللي هو احنا مش متعودينا على اللي هو سيريز on demand اللي هو ان انت تخلصي حلقة تتفرج على البعديات تتفرج على انت متعودي انك تستني استني لأحدث لبكرة فيه تشويق فيها يعني فما ظنش ان نتفلكس لفورمات بتاعه بيخدم الستاندرد بتاع رمضان انا استراحة برضو ما بفهمش الحاجات التانية اللي on demand زي يشاهد والكلام ده انا ادفعها عشان اتفرج على كل مرة واحدة ليه عدى استنى عشان اللي عمين المسلسل نفسه هما يعني بيتحكموا في ان هما ينزلوا المسلسل يعني بينزلوا حلقات كل اسبوع تريبا حلقة كل اسبوع حلقتين هما نفسهم اللي بيكون متحكمين ما اعتقدش للمنصة مش عارفة بصراحة بس يعني ده اللي انا بشوفه دايما اللي عملي المسلسل هما اللي بيتحكموا فيه حد يقولنا ان فرحانين اكتر من الفنان الروسي فرحانين ان احنا هو تقريبا قربنا ده ادهم بيقولنا كده احنا مش فرحانين بس احنا بجد يعني احنا مع الحق اه يعني بجد الفنان الروسي ده بعد ما تعب وعمل بزا مجهود ليه حد يجي ياخده كده بسرعة وكمان ياخد فلوس عليه وكأنه هو لابه يعني احنا بجسد